موسيقى نريد بالخصوص والخصوص إصار رسالتنا إلى صناع القرار في الجزائر حقوقنا تهضم أمام مرأة الجميع نحن نعاني في صمت نحن نعاني لمدة سنتين منذ 2016 أو ثلاث سنوات تأخر في الأجور تعسف توقيفات تعسفية الآن ثلاث أشهر بدون أجر أربعمائة عائلة مهددة بالتجويع مصيرنا مجهون نريد من صناع القرار في الجزائر أن تأخذ وضعيتنا بعين الاعتبار ملاك المجمع يريدون غلق المجمع وهضم حقوقنا وين رأي حقوقنا؟ لماذا؟ نحن اليوم هنا من أجل اسمع صوتنا للرأي العام الجزائري بالخصوص ونطالب السرطات التدخل التدخل العاجل لحماية صحافة أولاً لأن الصحافة هي لسان حال كل الجزائريين وقفنا مع الشعب الجزائري منذ 22 فيفري وقبل هذا التاريخ لم نكن يوماً أداة في يد أو طرف أو تخدم طرف معين على صالح العام والمجتمع نريد أن يقف معنا الشعب الجزائري مثلما وقفنا معه مدة 22 فيفري ورفضنا جميع الضغوط واليوم نحن ندفع ثمن هذه الشجاعة الإعلامية التي وقفنا بها وجابهنا هؤلاء صامتون صامتون لا لي غلق المجمع صامتون صامتون لا لي غلق المجمع صامتون صامتون هذه الوضعية نتاج إصرار وتعنت نظام الرئيس سبق عبد العزيز بوتفريقة في عدم تنظيم قطاع صحفة عموماً وقطاع سمعي البصري على وجه التحديد لأن هؤلاء الذين كانوا في السلطة لحقيقة اسم العصابة ينطبق عليهم كانوا يحبين هذه الوضعية هذه الفوضة الخلاقة عدم تنظيم للضغط على الصحفين للضغط على قنوات التلفزيونية في مراحل خصوصاً سياسية مختلفة من يقول بأن مجمع الوقت الجديد للصحافة يعيش ظروف مالية صعبة فهذا يحتاج إلى تأكيد من السلطات العلية التي تملك المعلومة نحن لا نملك المعلومة هم يقولون بأننا لا نتلقى حساباتنا معطلة أو مجمدة نريد فقط أن تتدخل السلطات الفعلية وتؤكد أو تنفي هذا الخبر لأننا الآن نجد أن نفسنا في وضع مادة صعب جداً وفي النهاية هذا التنوع الموجود في قطاع الصحافة في الجزائر ومكسب من الجزائر ونجب أن يحافظوا عليه في مرحلة مقبلة شهر حياة لكم صحافة كل صحابيين بسانتنا اليوم بارك الله فيكم على الفوضون وتعالى ربنا يا مرحلة يا مرحلة يا ربنا إلى صحاب يا مرحلة يا مرحلة يا ربنا إلى صحاب لا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة